اشتركوا في القناة السيد رئيس اللجنة الأولمبية السيد مواثل المجلس الشعبي الولائي السيد رئيس بلدية ايتيحية السادة أعضاء اللجنة الأمنية للولاية السيد الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السيد المندوه المحلي لوسيط الجمهورية السادة أعضاء البرلمان بغرفته السيد رئيس دائرة عين العمام السيد رئيس فريق شبيفة القبائل السادة والسيدات المسؤولين المحليين العائلة الرياضية بكل أصنفة لسيما الملاجمة المواطنين والحضور جميعا مرحبا بكم باسم الجميع أدعوكم للوقوف دقيقة سمت على روح البطل بطل الجزائر تاطبة شكرا أدعو أدعو معالي السيد الوزير مرفوقا بسيد الوالي لتقديم الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله كريم إن في قول الحرماء أنسوفيس والزولفلاون موقف حزين جدا فقدنا بطل الجزائر حيا استطاع أن يلوم شمل هذا البلد ميتا كذلك رحمك الله يا بطل في هذه الأجواء وبحضور السيد وزير الشباب والرياضة أتقدم للجميع بتعازية خالصة للعائلة أولا لسكان قفاف ثانية وللجزائر برمتها رحمك الله يا بطل السلام عليكم ورحمة الله والكلمة إلى السيد وزير الشباب والرياضة شكرا بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على أشرف المرسلين أيها الحضور الكريم مع حفظ الألقاب والمقامات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بهذه المناسبة الألمة نجتمع الآن لوقفة ترحم على فقيد الرياضة الجزائرية فقيد الملاكمة الأسطورة نصيف محماني والذي في خلال هذه المناسبة نعزي العائلة الكريمة ونعزي ساكنة بلدية هنا ساكنة الجزائر يعني كل شعب الجزائري ونعزي أنفسنا نحن كأسرة رياضية على فقدان هذا الملاكم الذي عاش من أجل الرياضة عاش من أجل إعلاء عالم الجزائر في المحافلة الدولية والذي هو مدرسة في الوطنية مدرسة في الإخلاص مدرسة في لم شمل الجزائريين أقدم التعازي باسم الحضور هنا ممثلا للدولة الجزائرية باسم السيد رئيس الجمهورية لكل عائلة الفقيد ونقول أن الجزائر لا تنسى فضل أبنائها سواء كانوا مجاهدين شهداء الذين ساهموا في مهركة البناء والذين ساهموا في إعلاء راية الجزائر في كل المحافلة الدولية المجد والخلود لشهدائنا الأبرار عظم الله أجرنا جميعا في فقدان أسطورة الرياضة الجزائرية والطورة الملاكمة بسئف حماني والسلام عليكم ورحمة الله